سبع ضحايا والثامن يرقد في العناية المركزة بحالة حرجة جراء حادث مروري وقع بين عجلتين على طريق ميسان ليلا وزارة الصحة تؤكد أن طوارئ المستشفيات تستقبل بشكل يومي إصابات خطيرة بسبب الحوادث المرورية وأنها تسجل آلاف الوفيات سنوية بالنسبة لحادث اللي صار هو الصدام سيارتين راح ضحية ستة أشخاص اللي وصلنا إلى المستشفى الصدر العناية المركزة اثنين مرضى واحد هزة يعني توفى والبقية بقدت هنا عندنا مريضة والله حالتها خطرة على التنفس الاصطناعي والأكسجين أكثر الإصابات والإصابات تكون في فئة الشباب واللي ما يتوفى يصاب إصابة خطيرة عادة يحتاج إلى تأهيل ومتابعة صحية طول عمره آخر حصائية مسجلة تقريباً خمسة آلافها وقل من خمسة آلاف حالة وفاتها في العام الماضي في 2021 تعرفون أنه نسبياً خصوصاً في بداية 2021 كان هناك تقييد الحركة بسبب جاعة كورونا إذن هذا العام نتوقع أن الإصابات تزداد صحفيان محليان فرقاء الحياة في بغداد بحادث مروري سببه السير عكس الاتجاه الصحيح عدم الاكتراث للتعليمات المرورية والالتزام بقواعد السير أدى إلى تصاعد حصيلة الحوادث حتى تجاوزت الستة آلاف حادث منذ بدء العام الحالي حادث يوم أمس المعساوي السائق الثاني هو مر عكس السير مما أدى إلى التصادم وجهاً لوجه أدى إلى وفاة الزميلين الإعلامية 65 إلى 70% سببها هو السائق السرعة الشديدة عدم الالتزام بقواعد المرور السير عكس الاتجاه هذا اجتياز من جهة اليمين استخدام الهاتف نقال أثان سياقة السياقة بتهور ورعونه سرعة شديدة العديد من الطرق الرابطة بين المحافظات بات يطلق عليها بطرق الموت كون أكثر الحوادث المرورية تقع عليها واقعياً وفي ظل غياب المعالجات لا سبيل للنجاة من الحوادث سوى الالتزام بإجراءات السلامة لأن المسؤولية الكبرى تقع على السائق سجا جاسم العراقية الإخبارية بغداد